تفسير الأحلام وهي الأخبار الصارة الأخبار السعيدة حينما أرى رؤية تبشرني بأن هناك خبر صار أو أحداث ومناسبات سعيدة أردت أن أتكلم عن أحلام تبشرني بأحداث ومناسبات سعيدة أو رؤية معنا وهي رؤية الرجوع إلى المدرسة من الرؤية الجميلة جدا حينما أرى الرجوع إلى المدرسة في المنام تبشرني بأن هناك خبر صار أو حدث ومناسبة سعيدة رؤية البيت القديم ولكن بشرط أن تكون حالته جيدة أفضل من الواقع أقل من كده لا تبقى رؤية يعني ما تبقىش سعيدة لا ليها معاني تانية بس معظمها مزموم فالبيت القديم بشرط أن يكون في حالة جيدة أو أجمل من الواقع أو أنه صار جميلا هذه الرؤية تدل على خبر صار أو مناسبة سعيدة رؤية أنني أسرق طعام في المنام رؤية جميلة جدا تدل على أخبار صار في المستقبل رؤية فاكهة المانجو تدل على خبر سعيد أو مناسبة سعيدة رؤية الحديث في التليفون أو في الموبايل هذه الرؤية تدل على حدث سعيد رؤية البطن المنتفخة خبر سعيد أو مناسبة سعيدة رؤية رسالة ورقية تأتيني رسالة ورقية بغض النظر عن اللي فيها هذه الرؤية تبشرني بخبر سعيد إن شاء الله تبارك تعالى رؤية لمس العضو الذكري هذه الرؤية تدل على خبر صار رؤية الجدة وهي مبتسمة وهي تضحك رؤية تدل على خبر سعيد رؤية النظر إلى السماء هذه الرؤية تدل على خبر سعيد رؤية السطار الخضراء تدل على خبر سعيد رؤية الحمام وهو نظيف رائحته جميلة خبر سعيد إن شاء الله تبارك تعالى رؤية أخذ دواء من ميت هذه الرؤية تدل على خبر سعيد أو مناسبة سعيدة رؤية المرأة الحامل للحصان الأبيض أو الفرس الأبيض هذه الرؤية تدل على خبر سعيد رؤية إهداء غرفة نوم وكانت هذه الغرفة جميلة وكأنها يعني لم تستخدم بعد هذه الرؤية تدل على خبر صار أو مناسبة سعيدة رؤية النجفة اللي بيقولوا عليها الثرية اللي بتعلق في السقف ولكن للمرأة المطلقة حدث سعيد أو مناسبة سعيدة ستحدث لها إن شاء الله رؤية الأب المتوفي وهو يقف أمامي ويضحك ويبتسم رؤية جميلة جدا تدل على خبر صار رؤية الدعاء تدل على خبر صار رؤية ظهور البنفسج تدل على خبر صار أو مناسبة سعيدة رؤية ارتداء المعطف هذه الرؤية تدل على خبر صار إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية البنت العزباء للنزول إلى سرداب أو إلى كافة أو إلى مغارة خبر سعيد رؤية الشموع وهي مضاءة رؤية زعل الحبيب في المنام عندي حبيب وأراه زعلان في المنام هذه الرؤية تبشرني بخبر صار رؤية عكسية رؤية امرأة عجوز تضحك هذه الرؤية تدل على خبر صار أو مناسبة سعيدة رؤية الأكل مع الأقارب هذه الرؤية تدل على خبر صار إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية المرأة المتزوجة لشخص حزين رؤية عكسية خبر صار أو مناسبة سعيدة إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية جنازة والحزن يعم على كل من في الرؤية هذه الرؤية عكسية تدل على خبر سعيد إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية الطعام والشراب وهو مخزا في كهف أو في سردام هذه الرؤية تدل على خبر سعيد أو مناسبة سعيدة إن شاء الله تبارك تعالى تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته